شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ودل للناس وزينات من الهدى والفرقان بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا الرسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه أهلا بكم أيها الإخوة المشاهدون هذه ليلة القدر ليلة طال انتظارها طيلة العام ليلة قال الحق تبارك وتعالى عنها أنها خير من ألف شهر وقال عنها العلماء أن هذه الليلة ليلة ذات قدر لأنها نزل فيها كتاب زي قدر على نبي زي قدر لأمة ذات قدر ونقول أن ليلة القدر إنما سماها الحق تبارك وتعالى ليلة القدر كأنها جمعت القدر كله والقدر هنا معناه التكريم والتشريف والرفعة ولذلك تعرج الملائكة والروح الروح التي تعرج ليست المراد جبريل فحسب وإنما كل الأرواح في هذه الليلة لها معراج مع الحق تبارك وتعالى ولذلك من معاني ليلة القدر أنها ليلة يدرك فيها الإنسان قدره عند ربه يعني هذه الليلة ليلة جعلها الحق تبارك وتعالى للأمة الإسلامية وللإنسان ليعلم قدره عند ربه طيب كيف أعلم قدري عند ربي سبحانه وتعالى يقول ابن عطاء الله السكندري رحمه الله إذا أردت أن تعرف من الله مقامك فانظر فيما أقامك لو عايز تعرف مقامك إيه عند ربنا سبحانه وتعالى شوفه وأقامك في إيه فإن أقامك في طاعته فذلك من علو مقامك عنده وإن أقامك في معصيته فذلك من دنو مقامك عنده أو من هوان مقامك عنده سبحانه وتعالى إذن ليلة القدر ليلة جعلت للإنسان ليعرف مقامه عند ربه طيب نعلم نعمل إفل للاديات حديث سيدة عائشة الدعاء المأثور اللهم إنك عفو كريم تحب العفا فعفو عنا نكثر من هذا الدعاء طيب إيه كمان ليلة القدر نزل فيها القرآن الكريم أجلس في هذه الليلة وأردت للقرآن الكريم وأتدبر للقرآن الكريم وأجعلها ليلة أحيي هذه الليلة بالقرآن الكريم والذكر والقيام بين أدي الله سبحانه وتعالى والخشوع بين أدي الله سبحانه وتعالى ليه؟ الجايزة إيه؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من زنبه تخيل في ليلة واحدة غفر له ما تقدم من زنبه يبقى إحنا هذه الجائزة الكبرى هذه الليلة التي ننتظرها جميعا حتى يغفر الله لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا نسأل الحق تبارك وتعالى أن نكون وإياكم ممن يدركون ليلة القدر إيمانا ويقومونها إيمانا واحتسابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته